لو انت معاك الايفون 15 برو او الايفون 15 برو ماكس هل تحدث الايفون 16 برو او 16 برو ماكس؟ او لو انت بتشتري جديد هل الايفون 16 برو والايفون 16 برو ماكس يستحقوا انك تستسمر فلوس اكتر فيهم وتشتريهم ولا الايفون 15 برو ماكس هيكون مناسب ليك في الفيديو ده هقول لكم 17 فرق بين سلسلة الايفون 15 برو والايفون 16 برو يلا بينا الفرق الأول بين الجهازين هو أكيد حجم الآيفون 16 دلوقتي الآيفون 16 برو بقى بيجي بحجم 6.3 إنش مقارنة بـ 6.1 إنش في الآيفون 15 برو أما الآيفون 16 برو ماكس فبقى بيجي بحجم 6.9 إنش مقارنة بحجم 6.7 إنش في الآيفون 15 برو ماكس هي الفرقات بين الجهازين أكيد قليلة وأكيد مش هتفرق في اختيار حد لموبايل عن التاني ولكن أكيد الحجم الأكبر أفضل في كتير من النواحي الفرق الثاني بين الجهازين هو أكيد حواف الشاشة دلوقتي حواف شاشة الآيفون 16 برو أرفع من الآيفون 15 برو الفرق ممكن يكون رقامياً مش كبير ولكن ظهرياً الآيفون 16 برو باين فرق الحواف فيه الفرق الثالث بين الجهازين هو أكيد المعالج الموجود في كل جهاز فيهم الآيفون 15 برو بيجي مع معالج الـ A17 برو والآيفون 16 برو بيجي مع معالج الـ A18 برو فحسب كلام قبل فالمعالج الجديد اللي هو الـ A10 Pro المفروض ان هو اسرع من الاصدار السابق اللي هو الـ A17 Pro بـ 15% في الـ CPU و 20% في الـ GPU ولكن اكيد المعالجين هيقدموا لك اداء قوي دي حاجة مفروغ منها ولكن الحاجة اللي هتفرق معك فعليا من وجهة نظري ان طبعا المعالج الاحدث هيقدم لك سنة زيادة في التحديثات لو انت بتغير الموبايل كل فترة طويلة الفرق الرابع بين الموبايلين هو ان الايفون 16 Pro فيه زرار جديد اسمه Camera Control طبعا الزرار ده مش موجود في الايفون 15 Pro باختصار زرار Camera Control ده هو زرار بتقدر تتحكم من خلاله في الكاميرا بشكل كامل يعني لو دست على الزرار ده هيفتح لك الكاميرا مباشرة ولما يفتح لك الكاميرا لو دست عليه دوسة واحدة هيلقط صورة عادي جدا ولو دست عليه دوسة مطولة هيلقط فيديو كمان تقدر تغير بين الكاميرات المختلفة في جهازك وحتى تتحكم في الفوكس واعدادات الكاميرا من خلال الزرار ده كمان قبل عملت حرقة كده بتخليك تقدر توري الزكاء الاصطناعي اي حاجة من خلال الزرار ده يعني مثلا هتقدر تصور صورة لحاجة معينة زي مثلا منتج معين فالزكاء الاصطناعي هيجيب لك معلومات عن المنتج ده ويجيب لك سعره واماكن بيعه موجود فين وده طبعا عن طريق سيرش جوجل كمان تقدر تصور حيوان أليف مثلا وتخلي الزكاء الاصطناعي يعرف لك معلومات عن الحيوان ده وازاي تقدر تعتني به وحاجات تانية كتير طبعا تقدر توريها للزكاء الاصطناعي من خلال الزرار ده وتسأله اي سؤال الفرق الخامس بين الجهازين هو الكاميرا الاصية قبل ضافة سنسور جديد في الكاميرا الاصية في الايفون 16 برو السنسور ده المفروض ان هو هيكون اكبر فبالتالي هيقدر يستقبل نور اكتر وهيحسن لك الدينامي كرينج بشكل كبير وكمان التفاصيل فيه هتكون افضل وقبل بالفعل بتقول ان الكاميرا محسنة في الاضحة منخفضة ولكن اكيد لازم تجربة مطولة للكاميرتين عشان نقدر نحكم عليهم الفرق السادس بين الموبايلين ان دلوقتي الكاميرا بتاع الايفون 16 برو والايفون 16 برو ماكس بقى بيجي عليهم طبقة جديدة مضادة للانعكاسات الطبقة دي المفروض انها بتقلل الانعكاسات اللي غير مروف فيها في كاميرا الايفون والمفروض ان الطبقة دي تحل مشكلة الانعكاس اللي كانت بتظهر بالليل او لما تكون كاميرا الموبايل موجهة لمصدر اضاءة قوي طبعا الطبقة الجديدة دي هينتج عنها صور أكتر احترافية وفيديوهات أكتر احترافية من الآيفون الفرق السابع وهو فرق مهم جدا وهو أن الكاميرا الألترا وايد في الآيفون 16 برو الآيفون 16 برو ماكس بقت بيتيجي بدقة 48 ميجا بيكسل ده طبعا لأول مرة على الآيفون أخيرا قبل تعلي الدقة بتاعة الكاميرا الألترا وايد طبعا هتقدر تصور صور رو 48 ميجا بيكسل وطلقت صور ماكرو كمان بدقة 48 ميجا بيكسل وده أكيد حاجة ممتازة جدا الفرق الثامن بين الموبايلين أن أخيرا دلوقتي في الآيفون تقدر تصور فيديوهات سلو موشن بدقة 4K على 120 فرين في الثانية المبهر في الموضوع أنك مش بس هتقدر تصور 120 فرين في الثانية ولكن المبهر أنك هتقدر تصور فيديوهات برو ريس بنفس الدقة ونفس الفرين برسكند دي أكيد حاجة استثنائية جدا ولا هيعزز كمان التجربة أنك هتقدر تتحكم في الفرين برسكند بعد ما تصور من خلال تطبيق الصور يعني ممكن تسيب الفيديو 120 فرين في الثانية عادة جدا وبعدين تبقى تعدله على الكمبيوتر أو ممكن تعدل عليه وتبطأه بالنسبة اللي أنت عايزها من خلال تطبيق الصور نفسه فالميزة الجديدة دي أكيد هتعجب الناس اللي بتصور فيديو بالايفون الفرق التاسع أنه أخيرا قبل أضافة الكاميرا الخمسة إكس في الايفون 16 برو الصغير في الإصدار اللي فات الكاميرا دي كانت مقتصرة بس على الايفون البرو ماكس أما في الايفون 16 فالكاميرا دي بقت متاحة على كل الايفونات البرو يعني دلوقتي مفيش فرق في الكاميرا بين الايفون 16 برو الصغير والايفون 16 برو ماكس ودي اكيد حاجة ممتازة جدا للناس اللي عايزة الايفون الصغير او بتحب الايفون الصغير ولكن مش عايزة تخسر اي حاجة في تجربة الكاميرا الفرق العاشر الموجود بين الموبايلين هو الفوتوغرافيك ستايل الجيل التاني الفوتوغرافيك ستايل ده عبارة عن فلاتر زكية تقدر تطبقها على الصور بتاعتك سواء قبل ما تصور او بعد ما تصور الفرق بينها وبين الفلاتر العادية انها بتغير معالجة الصورة من خلال جميع طبقاتها مش بس مجرد طبقة خارجية على الصورة الميزة دي كانت موجودة في الايفون 15 برو ولكن في الايفون 16 برو الميزة دي بقت مطورة اكتر يعني عندك فلاتر اكتر وتقدر تتحكم في الفلاتر بشكل احترافي كمان تقدر تختار انك تغير المعالجة بتاعت الصورة بعد التصوير مش بس وانت بتصور فهي اكيد من المميزات الحلوة اللي قبل ضافتها للايفون ولكن خلي بالك الميزة دي موجهة للمحترفين فهي ممكن ما تفرقش قوي مع المستخدم العادي الفرق رقم 11 هو البطارية قبل بتقول ان بطارية الايفون 16 برو ماكس هي افضل بطارية موجودة على اي ايفون في الوقت الحالي ولكن طبعا احنا لسه مجربناهاش ما فيش ارقام محددة حاليا عن قوة البطارية ولكن خلينا اقولك ان قابل على موقعها الرسمي كتبة ان الايفون 16 برو ماكس بيقدر يشغل لحد 33 ساعة من مشاهدة الفيديوهات مقارنة بتسعة وعشرين في الايفون 15 برو ماكس اما الايفون 16 برو الصغير فبيقدر يشغل 27 ساعة من مشاهدة الفيديوهات مقارنة بتلاتة وعشرين ساعة في الايفون 15 برو الصغير الارقام دي لو فعليا بتقدم اداء بنفس النسب اللي قلناها دي فهي اكيد حاجة ممتازة جدا الفرق رقم 12 هو سرعة الشحن في الايفون قبل زودت سرعة الشحن السلكي والشحن اللي سلكي في الايفونات الجديدة في اخبار بتقول ان الشحن السلكي دلوقتي بقى بيوصل لحد 45 واط وده رقم اول مرة نشوفه من قبل وممكن يشحن لك الموبايل كله تقريبا في ساعة واحدة بس او حتى اقل اما الشحن اللي سلكي في دلوقتي بقى 25 واط عن طريق كابل ماكسيف جديد وده رقم ممتاز جدا هيشحن لك الموبايل للنصف حوالي 30 دقيقة الفرق رقم 13 دلوقتي انك تقدر تخلي الايفون تنزل لحد واحد نتس من 2000 نتس لحد واحد نتس ده اكيد فرق مش كبير ولكنه مفيد للناس اللي بتحب تنزل القضاعة بتاعت الموبايل بالليل او لو انت بتحب ان قضاعة الموبايل ما تبقاش عالية بشكل كبير الفرق رقم 14 دلوقتي انه بقى عندنا الجيل التاني من السراميك شيلد الطبع بتاعت الازاز الموجودة على الشاشة المقاومة للخدوش والصدمات السراميك شيلد الجيل التاني قابل بتقول انه بيقدر يخلي الشاشة اقوى من الجيل الاول بـ 50% كملين وتقريبا اقوى بمرتين من اي ازاز موجود في السوق في الوقت الحالي ولكن طبعا الموضوع ده محتاج تجربة لازم نجربه الفرق رقم 15 هو تغييرات قبل عملتها على تسجيل الصوت في الايفون الجديد دلوقتي بقى عندك 3 مميزات جديدة في تسجيل الصوت على الايفون الجديد الميزة الاولى انه بقى عندك مايكروفونات افضل وقابل بتقول انه بقى عندك 4 مايكروفونات جديدة بتديك دقة تسجيل توازي الاستوديوهات الاحترافية اما الميزة التانية فهي انك عن طريق الزكاة الاصطناعي الموبايل هيقدر يشيل اصوات الهوى والزحمة وانت بتسجل صوت او فيديو او حتى في المكالمات الميزة التالتة هي انك دلوقتي هتقدر تسجل اكتر من طبقة صوت فوق بعض زي مثلا انك تسجل صوتك وتضيف عليه مزيكة بعد كده او العكس الميزة رقم 16 هي انه دلوقتي بقى عندك تصوير اسبيشال فوتو في الايفون في الايفون 15 برو هتقدر تصور فيديوهات اسبيشال عادة جدا وتعرضها على الابل فيجون برو او نظارة ابل اما في الايفون 16 برو فبقى دلوقتي تقدر تصور كمان صور اسبيشال مش بس فيديوهات هي حاجة طبعا مش مفيدة قوي في الوقت الحالي ومش هتهم الناس كتير بس اوكي الفرق رقم 16 والفرق الاخير بين الموبايلين هي انه دلوقتي بقى عندك الواي فاي 7 في الايفون 16 برو والايفون 16 برو ماكس في حين ان الايفون 15 برو بيجي بواي فاي 6 الواي فاي 7 هيديك سرعة اعلى للانترنت وكمان استقرار اكتر من الروترات اللي بتدعم التقنية دي طيب دلوقتي بعد معرفنا الفروقات دي خلينا اقولك كلام مهم لازم تعرفه انا مش شايف بصراحة ان اي حد معاه ايفون برو لازم يغير الموبايل بتاعه كل سنة فلو انت معاك الايفون 15 برو او الايفون 15 برو ماكس من صحقش تماما انك تحدث لان بكل بساطة انت مش هتحس ان الفرق كبير قوي حتى لو الموبايل اللي معاك اقدم بسنتين من الموبايل الجديد برضو ما تحدث في الوقت الحالي لو انت ما يهمكش التحديثات الجديدة او ميزة مهمة جدا انت محتاجها بعد 3 سنين ممكن تفكر فعليا انك تغير الموبايل بتاعك لو انت عايز تفضل مواكب للتكنولوجيا اما لو مش فرق معاك ممكن الموبايل يكامل معاك اكتر من كده بس في الاول وفي الاخر قرار التحديث ده بيختلف من شخص للتاني حسب اولويات كل شخص وبس كراجة مع الحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب سلام